اليوم بوريكم كيف تغير لوحة سيارتك عن طريق أبشر إذا كنت تبغى تغيرها للوحات طويلة أو تالفة وغيره وتستلمها بسهولة وبدون ما تحتاج تروح للمروض أول شيء ادخل موقع أبشر من المتصفح مو من التطبيق والحين ادخل على المركبات وادخل إدارة المركبات واختار السيارة لتبغى تغير لوحاتها والحين اضغط على استبدال لوحات المركبة هنا راح يبين عندك إذا فيه إمكانية تطلب أو لا إذا لقيت الرقم صفر يعني ما في مجال تطلب الحين وجرب وقت ثاني وإذا لقيت فيه عمليات متاحة انزل تحت واختار طلب جديد وهنا تختار الخدمة اللي تبغاها مثلا أنا بختار تغيير المقاس والاثنين لوحات طويلة وهنا اختار لا إذا ما تبغى شعار لين إضافة الشعار الملكي بـ 800 ريال وإذا تبغى الشعار اختار نعم واللوحات العادية بـ 100 ريال بعدها اضغط التالي وهنا انزل آخر شيء تحت واضغط على أقر الطلاعي واضغط التالي إذا طلعت لك هذه الرسالة إن ما في رصيد هنا أتوقع فيه مشكلة ويبغى لها تحديث وإن شاء الله تنحل قريب لأنه رح يطلب منك تسدد مرتين المهم سدد 100 ريال من تطبيق البنك لاستبدال اللوحات وبعد يومين سوي استرجاع للمبلغ وبترجع لك بنفس الوقت وعشان تسدد من تطبيق البنك ادخل على المدفوعات المدفوعات الحكومية خدمات المركبات واختار إعادة إصدار لوحة الترخيص لوحتان وهنا حط البيانات وسدد 100 ريال الحين ارجع لموقع أبشر وحط البيانات مثل المدينة والموقع اللي تستلم منه اللوحة من فرع سمسا ورقم جوارك والحين بيجيك خانة تسديد الرسوم مع قيمة الشحن تقدر تسدد عن طريق أبل بي على السنة